بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة والأخيرة من مقرر التجويد التكبير ونبدأ أولا بحكمه عند التلاوة فالتكبير مستحب بدءا من سورة الضحى حتى سورة الناس عند القراء المكيين أي عند ابن كثير المكي برواية البزي عنه هذا التكبير دليله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انقطاع الوحي ومعلوم أن الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن حتى ضاقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرجف به الكفار وأخذوا يقولون إن ربك قد قلاك واختلف العلماء في مدة انقطاع الوحي حتى أوصلها بعضهم إلى سنتين وبعدها نزلت سورة الضحى ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فكبر وأمر بالتكبير حتى يختم كما ذكرنا في رواية مسلسلة عند القراء المكيين أي برواية البزي عن ابن كثير مذاهب القراء في هذا التكبير ذهب إلى استحباب التكبير هذا القراء المكيون بسندهم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيغة التكبير كما هو ملاحظ الله أكبر كما وردت زيادة التهليل عند القراء المكيين لا إله إلا الله وزاد آخرون منهم التحبيد أي الحمد لله فصار اللفظ الكامل لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فيستحب عندهم التكبير من أول الضحى وقد اختلفوا هل يبدأ بالتكبير من أول الضحى أم من آخرها فالذين قالوا إنه يبدأ من أول الضحى قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر كبر لقراءة نفسه ثم قرأ بعدها والضحى وأما من قال بأنه يكبر من آخر والضحى فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر لقراءة جبريل أي قرأ جبريل عليه سورة الضحى فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يترتب على هذا الخلاف بالتكبير من أول الضحى أو من آخرها ختم التكبير فالذين قالوا إن يبدأ التكبير من أول الضحى فالنهاية عندهم بالتكبير من أول الناس والذين قالوا بأن التكبير يبدأ من آخر الضحى فالنهاية في آخر الناس ومعلوم في هذا أن خاتم القرآن يستحب له إذا انتهى من ختمة أن يبدأ بمثلها أي إن انتهى من سورة الناس يستحب له أن لا يقطع القراءة ويقوم إلا بعد أن يفتتح ختمة جديدة بقراءة سورة الفاتحة وصدرا من سورة البقرة ثم يقوم من مجلسه ذاك جعلني الله وإياكم أيها الأحبة الكرام من أهل القرآن وخاصته ورزقنا حسن التلاوة وحسن الفهم وحسن العمل والحمد لله رب العالمين وقد تم المقرر ولله الحمد